على بعد أيام قليلة وتنطلق الدرجات الوظيفية والتعينات لحملة الشهادات العليا والأوائل بعد إنجاز 90% من أعمال اللجنة الحكومية المكلفة باستحداث التعينات لهم وفقا لقانون الأمن الغذاء والتنمية بالاعتماد على قاعدة المعلومات والتقاطع الوظيفي في مجلس الخدمة الاتحادي أكثر من 40 ألف دراسات أوليا وأدنا أكثر من داخل وخارج العراق ماجستير ودكتورة وبالأوائل كذلك أدنا حوالي 50 ألف شخص موجود بقاعدة البيانات من 2003 إلى الآن بشملون المعاهد الجميلة ومعاهد المعلمين الملغات الكليات ومع همية استيعاب تلك الشريحتين التي تقدر أعدادهما بأكثر من 50 ألف خريج شرفت اللجنة أيضا على إنجاز معالجة وتكييف أوضاع ما تبقى من العقود والأجور والمحاضرين وقراء المقاييس وفقا لقانون الأمن الغذاء والتنمية الذي رصدت فيه تخصيصات مالية لحل هذا الملف المتراكم منذ سنوات إذا خصصنا مبلغ 150 مليار من قانون الدعم الطار الأمن الغذائي كل هذه الشهادات العليا تتعين وتنقض على هذه المشكلة التي صارها سنوات العالم تطلع بالشارع حتى تلقى حل يعني قانون الأمن الغذائي بالحقيقة وجد لحل هذه المشكلة تم إبلاغنا بأن الأمور مطمئنة حتى اللحظة ولكن نريد أن نقول لرأسة الوزراء والجهات المعنية في هذا الأمر أن يكون لنا من التخصيصات المالية ما هو أعلى من ذلك ويستمر مجلس الخدمة الاتحادي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الشركة معه في إنجاز التقاطع الوظيفي وتحديث قاعدة بيانات المشمولين بالتعينات استعدادا لإطلاق الدرجات الوظيفية المتوفرة التي يتم إرسالها من الوزارات والمؤسسات الحكومية المستفيدة وبعد إنجاز اللجنة الخاصة بالتعينات والعقود تسعين بالمئة من أعمالها يرجح أعضاء في اللجنة أن التعينات لحملة الشهادات العليا والأوائل ستنطلق بعد المصادقة على التوصيات النهائية في اللجنة وإعاز رئيس الوزراء سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد